بعض الإصابات تستدعي الراحة إذا ارتحتها نعم تكون في إجهات طوني من نوع الإصابة دي أعتقد ما هي إصابة مغلغة ولا حد يغيب عن بلاعب فترة طويلة المبارضة موجلة هي من الجولة اللولة المريخ واللهلي والهلال وصنداونز يلعب في مجموعة اللولة نصدر صنداونز إلى الآن بسبع نقاط من ثلاثة مباريات فوزين وتعادل وما في خسارة المريخ أربع نقاط الثاني بتعادل وفوز وعنده مبارضة الموجلة حلعب بكرة أو يوم السبيل الهلال نقطة من ثلاثة مباريات على ساس كده هو متزيد اللهلي نقطة من ثلاثة مبارتين واللهلي لال نقطة من ثلاثة مبارات عشان كده ترتيب وجه طالما هو مساوي مع اللهلي في النقاط لكن اللهلي عنده فرصة دي نعم طالما هو مبارضي بعد بعد نتيجة صنداونز واللهلي الورد بنيدو للهلي ما بتقبل القسم عليه اثنين نعم أبدا نعم في حين المريخ ممكن بتقبل القسم عليه اثنين على الأقل الشيء ممكن عنده الأمل عنده الأمل التعادل ما عنده فيه مشكلة للمريخ نعم التعادل ممتاز بالنسبة للمريخ ممتاز جدا حالكم نعم وهي المنطقة اللي فيها خطورة الأهلي فعلا نعم نعم أنا حيلعب طيفور والرشيد وضياد دين ضياد دين كمحاور وقدامهم حيكون توني توني والصماني صعودها غريبا لا توني وعجب عجب اخترت ان توني وعجب حيكونوا قدامهم والمهاجم الوحيد حيكون محمق مصدي موسيقى